طيب قبل بس ما نطلع فاصل عشان تقولنا إيه اللي هيحصل على الشاشة عايزك تقولي بردو أغلى عشر مدربين في العالم في أفريقيا ناسم في أفريقيا أغلى عشر مدربين المفاجأة إنه مدرب منتخب مصر ومدرب منتخب ليبيا في أغلى خمسة أغلى مدرب في أفريقيا حالياً في المنتخبات وحيد خليل وزيتش مدرب منتخب المغرب 89 ألف دولار شهري كل اللي رواتب دي شهري التاني كارلوس كيروتش مدرب منتخب مصر البرتغالي 85 ألف دولار الثالث الجزائري جمال بالماضي مدرب منتخب الجزائر 65 ألف دولار الرابع البرتغالي أنتونيو مدرب منتخب الكاميرون 59 ألف دولار الخامس مين خفير كلمنتي الأسباني مدرب منتخب ليبيا 59 ألف دولار السادس هيكتور كوبر مدرب منتخب الكنغو الديمقراطية 55 ألف دولار رور مدرب نيجيريا 55 ألف دولار الألماني نيجي طبعا رور رجنسيتو ألماني هجو بروس البلجيكو مدرب منتخب جنوب أفريقيا 50 ألف دولار نيجي للفرنسي باترس بوميل مدرب منتخب كودفوار 35 ألف دولار بعد كده رقم 10 السربي موليفان ده مدرب منتخب غانا صاحب الطفرة معهم في عام 2010 رجع تاني برضو غانا نفس تجربة مصر يعني بتمر بحالة عدم توفيف أول مبارتين فتولى المدرب السربي موليفان برضو 30 ألف دولار إذن في أغلى خمس مدربين يتواجد مدرب منتخب مصر على مستوى القرى الأفريقية ومدرب منتخب ليبيا هنشوف صراع ما بين 2 من أغلى مدربي قارة أفريقيا إن شاء الله يوم الجمعة القادم حيبدأ هذا الصراع في استاد برج العرب في الإسكندرية ثم بعدها بتلات يام على طول في ليبيا